موسدس الوابلي أو الوابلي ريفولف والمعروف أيضا باسم وابلي توب رايك ريفولف هو مسدس بريطاني الصن استخدم كمسدس رئيسي للقوات المسلحة في بريطانيا منذ عام 1887 وحتى عام 1963 ويعتبر الوابلي من المسدسات التي يتم فتحة لتلقيمه عن طريق ثاني من العلق إلى الأمام وبالتالي تلقيم مسدس أو إخراج رصاص الفارغ بعد الإطلاق دخل الوابلي الخدمة عام 1887 وبرز استخدامه خلال حرب البور منذ عام 1899 إلى عام 1902 غد المزارعين الهولندين في جنوب إفريقيا ويعتبر الوابلي المارك سيكس أو النسخة السادسة هو الأكثر شهرة نظرا لظهوره في عام 1915 خلال الحرب العالمية الأولى فمسدسات الوابلي بكل الطرز تعتبر بصورة عامة من أقوى المسدسات التي تم إنتاجها نظرا لإطلاق عيارات ال-P455 ويبلي الكبير ولا يستخدم هذا العيار مع مسدسات الوابلي الموجودة في الخدمة العسكرية في الوقت الحاضر إلا أن مسدس ويبلي مارك فور ما زال في الخدمة كسلاح للشرطة في العديد من دول العالم فيمكن لهذا المسدس إطلاق عيارات ال-ACP.45 عن طريق استخدام كليب أو ما يسمى ال-Half Moon وهو مخزن يتم تلقيمه بالرصاص قبل أن يوضع في بكرة أو طاحونة المسدس استخدم الوابلي في الكثير من الحروب والصراعات حول العالم كالحرب العالمية الأولى والثانية وحرب فيتنام وحرب كوريا وغيرها وصنع منه حوالي 125 ألف مسدس أنتجت الشركة البريطانية وابليان سكوت مجموعة من المسدسات الدوارة في منتصف القرن التاسع عشر وحتى واخر القرن العشرين ففي بداية عام 1835 بدأ مصنعي الأسلحة في هذه الشركة صناعة أول مسدسات السينجل أكشن كابانبور ريبوفز وفي وقت لاحق تم صناعة مسدسهم الدوار بعيار 0.44 بهيكل صلب أما مسدسات الوابلي شئير ذات الهيكل الذي يحتوي على أجزاء وروابط عديدة أو ما يسمى بالهنجد بارس فقد بدأت تطويرها في بداية عام 1870 وكان أبرز هذه الموديلات في ذلك الوقت هو الوابلي برايس والوابلي كوفمان وتعد نماذج مسدسات الوابلي من نوع وابلي جوفمنت أي وابلي الحكومة والتي تم إنتاجها منذ عام 1885 إلى أول عام 1900 إلى أكثر شهرة تجاريا فقد كان هذا المسدس مرغوبا في السوق المدنية وكذلك من قبل الضباط في الجيش البريطاني وتوفرت هذه المسدسات بعيار البوينت 476 أي حوالي 12 مليمترا وكذلك بالبوينت 455 أي حوالي 11 مليمترا فهنا يتم قياس عيار المسدس إما بالإنج أي بالجزء من الإنج كما يسمى هنا 0.455 أو بعدد المليمترات وبالإضافة لهذه الأنواع من الوابلي فهناك الوابلي RIC والبولدوغ وابلي فقد حاز هذين النوعين من المسدسات شهرة واسعة أيضا في تلك الفترة نظرا للتصميم الذي مكن من حملها في جيب المعطف وبالتالي سهولة الاستخدام للدفاع عن النفس ويتعتبر أولى مسدسات الوابلي الدابول أكشن أو المزدوجة عمل الزناد ففي عام 1887 كان الجيش البريطاني يبحث عن مسدس يحل محل مسدسات الأنفيل مارك 1 والمارك 2 ريفولوز وكانت بعيار 0.476 أي 12 مليمترا ولم تكن هذه مسدسات ناجحة وكانت بدورها بديلة لمسدسات الأدامس بعيار 0.45 أي حوالي 11.4 مليمترا وقد استبدلت الأنفيلد مسدسات الأدامس في نهاية عام 1860 وكان الشركة وابليان سكوت من أشهر الشركات المصنعة للأسلحة ذات الجودة العالية في بريطانيا وبالتالي عرضت مسدسها على القوات البريطانية واثار عجابهم وتم تبنيه في عام 1887 وكان العقد المبدئي ينص بتزويد الجيش البريطاني بعشرة آلاف مسدس وأن يتم التزويد الأولي بألفين مسدس في غضون ثمانية أشهر استخدم الوابلي في الخدمة العسكرية في كل من حرب البور التي خدم فيها جنبا إلى جنب مع مسدس الماوزر C-96 بروم هاندو الألماني كما خدم مسدس الوابلي في الحرب العالمية الأولى فقد تم تبني مسدس الوابلي مارك 6 كسلاح جانبي أساسي قبل الحرب العالمية الأولى واستمر استخدامه من قبل القوات البريطانية وقوات الكومانولث في فترة الحرب أيضا أما في الحرب العالمية الثانية فقد كان المسدس الرئيسي المستخدم هو الانفيلد نمبر 2 مارك 1 ولكن نظرا لقلة العداد المتوفرة فقد تم استخدام مسدسات أخرى كالوابلي مارك 4 والوابلي مارك 6 وبعد الحرب العالمية الأولى قررت القوات البريطانية أن عيار الـ .455 أي حوالي 11.4 مم كبير جدا للاستخدام العسكري الحديث وبالتالي فقد قدمت شركة وابلي أنسكوت مسدسة بعيار الـ .38 over 200 والذي شابه لحد كبير المسدس السابق ولكن بخرطوشة بعيار أصغر أي حوالي 9 مم وقد قامت الحكومة البريطانية بأخذ التصميم المقدم لا في ذلك الوقت وجعلت مصنع الـ Royal Small Arms Factory يقوم بصناعة مسدس مشابه ولكن بقطع مختلفة مما جعل شركة وابلي تقاضي الحكومة البريطانية حاز مسدس الوابلي على شهرة كبيرة واستخدم في دول عديدة حول العالم فقد استخدمته الهند وماليزيا والفلبين وباكستان وتونس وتنزانيا والعديد من الدول العربية يبلغ وزن الوابلي حوالي كيلوغرام ومئة غرام وطوله 286 مم طول الصبط عن 125 مم ويستخدم في إطلاق رصاص بعيار 0.455 وهذا بالنسبة للوابلي مارك 2 أي النسخة الثانية معدل إطلاق نيران حوالي 20 إلى 30 رصاصة في الدقيقة الواحدة والتسارع إطلاق النار 190 مترا في الثانية الواحدة المدى المثالي 45 مترا ويتم تلقيم المسدس بستة رصاصات ترجمة نانسي قنقر